اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من دورة ترفيعات الموظفين على برنامج اكسل شاهدنا البرنامج بالمحاضرة السابقة وشفنا اساسيات هذا البرنامج وان شاء الله ابتداء من هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية بناء وبرمجة هذا البرنامج في البداية نفتح برنامج اكسل طبعا اذا نلاحظ انه هذا البرنامج باتجاه انجليزيا راح على تخطيط الصفحة وطبعا راح نغير الاتجاه راح نختار ورقة من اليمين الى اليسار طبعا راح نغير الورقة الاولى نسميها الرئيسية الورقة الثانية راح نسميها الراتب وطبعا اكيد راح نغير اتجاه الورقة من اليمين الى اليسار راح نحفظ هذا البرنامج مثلا راح نحفظه على الديسكتوب ورح نسميه تمام نجي الى الصفحة رقم اثنين ورح نعمل جدول بسيط هذا الجدول راح يكون هو محور شرح المحاضرة طبعا في البداية راح نخلي تسلسل تسلسل وليكن خمس موظفين ورح ناخذ خمس موظفين مثلا احمد طيب طبعا هذا اللي هو الاسماء نجي الى التاريخ مثلا هنا تاريخ اخر علاوة واحد واحد الفين ومثلا تسع طعش وثمطعش تمام طبعا اصبح عندنا حاليا هذا الجدول البسيط في البداية راح نعرف انه هذا الموظف بشكل اعتيادي اشوكت يستحق علاوة جديدة طبعا راح نخلي جدول جديد او عمود جديد راح نسميه تاريخ استحقاق العلاوة الاعتيادية المقصود بالعلاوة الاعتيادية هي حساب العلاوة بدون كتب الشكر وبدون العقوبات طبعا حتى نحسب هذه العلاوة نحدد هذه الخلية ونجي الى هذا المكان عندنا دالة اللي هي E-Date طبعا هذه الدالة هذه الدالة تحتاج التاريخ الاول هذا التاريخ الاول وبعدها فارزة منقوطة وبعدها يحتاج ادنى المونث يعني هنا العلاوة بعد كم شهر يستحق العلاوة اكيد بسنة اللي هي 12 شهر فرح نكتب 11 شهر تمام طبعا راح يطلع لنا رقم راح نجي الى صفحة الرئيسية نسخ التنسيق ورح نضيفه الى هذه الخلية ورح نسوي طبعا هاندل الهاندل راح يطينا تواريخ استحقاق العلاوات طبعا بالمناسبة انا عندي في الحاسبة اللي هي فارزة وليس فارزة منقوطة بعض الحاسبات فارزة منقوطة طبعا هو البرنامج ينبهنا اذا كان استخدامنا خطأ للفارزة او الفارزة المنقوطة طيب هذا فيما يخص حساب العلاوة بشكل اعتيادي من دون ان نحسب كتب الشكر او العقوبات راح نجي هنا ورقة رقم 3 راح نسميها مثلا كتب الشكر تشكرات العلاوة واكيد راح نغير اتجاهه من تخطيط الصفحة طبعا انا فيما يخص عندي احتاج اغير ممكن انتم تحتاجون اتغيرون ونجي اكيد هنا راح نسوي لنا ورقة جديدة كليك ايمن عليها اعادة تسمية وراح تكون باسم عقوبات العلاوة جيد اكيد ورقة من اليمين الى اليسار طبعا لابد ان ننقل الاسماء والتسرسلات هذه الى بقية الاوراق حتى تكون الاسماء بشكل دايناميك نجي الى هذه الايوان نضغط يساوي ونجي الى الراتب نضغط على تا هذه ومن ثم انتر طبعا راح نجي نسوي هاندل واكيد هاندل افقي وراح تبطينا هذه النتيجة طيب عندنا هنا تشكرات العلاوات طبعا تسلسل واسم الموظف عندنا هنا كتب الشكر طبعا لابد انه هذه الخيارات ما تكون اكثر من ثلاثة كيف نجعل هذه الخلية انه ما تقبل كتابة رقم اربعة مثلا او اي قيمة اكثر من ثلاثة نحدد الخلية ونروح على بيانات ومن ثم نروح على التحقق من صحة البيانات ونختار التحقق من صحة البيانات طيب اي قيمة راح نختار عدد صحيح وراح نختار اصغر من اصغر من اربعة يعني مسموح رقم ثلاثة مسموح صفر مسموح واحد مسموح اثنين ولكن ما تسمح اكثر من ثلاثة نجي رسالة التنبيه العنوان اللي هو تنبيه رسالة التنبيه يجب ان يكون كتب الشكر لا تتجاوز ثلاثة كتب شكر في السنة ونجي الى تنبيه الخطأ وراح نخلي مثلا اهنا يقاف العنوان تحذير رسالة خطأ هذه الرسالة ومن ثم موافق اذا نلاحظ اهنا لو كتبنا واحد يقبل لو كتبنا ثمين يقبل لو كتبنا ثلاثة يقبل لو كتبنا اربعة راح يطينا هذا التنبيه الساعدنا مثلا احمد ناظم عنده ثلاثة كتب أه محمد علي عنده كتابين وموسى مثلا عنده كتاب نجي الى احمد ناظم بما انه عنده ثلاث أكتب شكر فلابد انه راح تقل على啦wTA ثلاثة أشهر وبما انه محمد علي عنده كتابين راح تقل شهرين وموسى راح تقل شهر طيب الفكرة هي هنا نجي الى هذه الخلية مثل ما تلاحظون طبعا بالحال الاعتيادية هي 12 بالحال الاعتيادية هي 12 العلاوة ولكن راح نقص من عدد عدد كتب الشكر حتى مع كل كتاب شكر راح يسقط شهر فراح نقول ناقصا وراح نجي نختار بالتشكرات بهذا المكان طبعا ما نضغط انتر فقط ناقص ونجي على تشكرات العلاوات ونضغط هذا الخيار ومن ثم انتر نلاحظة انها نقص عددنا 3 اشهر طبعا 1.1.2020 نقص 1.12.2019 1.1.11 و 1.10 وطبعا راح نسوي هندل للبقية وبنفس الطريقة هنانا راح نسوي هندل طبعا لالبقية حتى يضطينا التنبهات فقط راح نمسح القيم وراح نكتب مثلا هنانا 3 اثنين طبعا نكتب القيم على حسب الاستحقاق طيب قدرنا نضيف تاريخ استحقاق العلاوة مع حساب كتب الشكر طيب بما انه اصبح حساب العلاوة مع كتب الشكر طبعا راح نمسح الاعتيادية لان اصبحت علاوة دايناميكية الخطوة التالية راح نعمل العقوبات بنفس الطريقة راح نجلب الاسماء تسلسل يساوي ونروح على الراتب نضغط على حرف تا انتر وراح نسوي هندل مثلا بهذه الطريقة ونسوي هندل بهذه الطريقة طيب راح نكتب هنا لفت نظر انذار توبيخ جيد وراح نكتب هنا المجموعة طيب المجموعة اللي هو راح يجمع عنا العلاوات طبعا هنا راح لو فرضا احمد ناظم حصل على لفت نظر راح تتأخر العلاوة ثلاثة اشهر ولو حصل على انذار راح تتأخر العلاوة ستة اشهر ولو حصل على توبيخ راح تتأخر العلاوة اي 12 شهر اي سنة راح يصد عندنا 12 شهر بـ 9 شهر اي انه سنة وتسعة شهر المجموعة راح نسوي دالة انه نضرب هذا الرقم في 3 وهذا الرقم في 6 وهذا الرقم في 12 ونجمع الارقام بشكل متكامل راح نحدد هذه الخلية ونصعد الى الاعلى وطبعا نتأكد من اللغة انجليش يساوي نفتح قوس وطبعا نتخلص من الجمع اول مرة اول ضرب نحدد هذه الخلية راح تكون مضروبة في 3 ونسد القوس زائدا نفتح قوس الخلية الاخرى هذه الخلية راح تكون مضروبة في 6 ونسد القوس زائدا نفتح قوس وهذه الخلية في راح تكون مضروبة في 15 ونسد القوس ومن ثم انتر راح تبطينا النتائج هنا 21 اما اهنان راح يكون صفر لو اجي اخذ لفت نظر راح يحصل على 3 ولو اخذ انذار راح يحصل على 9 ولو اخذ توبيخ راح يحصل على 21 طيب قدرنا نجمع مجموع الاشهر المستقطعة خلال العقوبات وطبعا قدرنا نجمعها في هذه الخلايا الخطوة التالية هي هذه الارقام لابد انه نطرحها من التشكرات يعني يعني مناع انه هذا المنتسب عنده 18 شهر تأخير بسبب العقوبات في نفس الوقت عنده ثلاثة اشهر من كتب الشكر فثلاثة اشهر راح تستقطع من العقوبات وبالتالي راح يصير 15 وهذا الرقم راح يصير 15 طيب كيف نعمل هذه الخطوة راح هذا المجموع نطرح من عنده كتب الشكر وبالتالي راح يصير بهذه الطريقة طبعا نخلي قوس قوس في البداية وقوس في النهاية وناقصا من الشكر نحدد هذا الخلية ومن ثم انتر اصبح عندنا احنا 15 وطبعا بالهندل الخطوة التالية انه لابد انه هذا الرقم اللي موضوع هنا لازم يضاف الى الـ 12 اللي هي الـ 12 شهر السنة وبالتالي راح يصير الـ 12 زائدا هذا الرقم اللي هو المجموع مع العقوبات والتشكرات راح يضطينا بهذا الترتيب طبعا هنا عندنا 1-1 2019 يستحق 1-4 2021 خلي نحسب 1-1 2019 زاد شهر شهر سنة راح يصير 1-1 2020 1-1 2020 جيد 1-1 2020 يضاف الى تأخير 15 شهر راح يصير 1-4 2021 اي سنة وثلاثة اشهر شهر الواحد هو يستحق شهر الثاني وشهر الثالث وشهر الرابع هو سنة وثلاثة اشهر اي انه التأخير يعمل تماما فقط نسوي هاندل لالبقية وبالتالي راح يضطينا اهنانا تاريخ الاستحقاق ومطروح من عنده العقوبات والتشكرات بشكل دايناميك في المحاضرة القادمة راح نعمل نظام التنبيهات نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى